اشتركوا في القناة ومستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أهلا وسلام بكم سيدة اللواء أبدأ معكم الدكتور محمد علوش بعد التعديل الوزري الذي قام به نتنياه ما الذي تغير في الحرب على غزة ولبنان ليتك تطلعنا على تطورات الساعات الأخيرة تحياتي وتقديري لكم الحقيقة أن المتغيرات الحاصلة الآن في المشهد السياسي الإسرائيلي على ضوء إقالة وزير حرب الاحتلال قلان من كبل بنيمين نتنياه لم يغير عمليا من واقع المعركة والحرب العدوانية الشاملة التي تكون بها إسرائيل على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية الأمر لم يتغير سوى تغيير بالشخصيات والأدوار المستمرة وقائمة في ظل حالة العدوان وفي ظل تنفيذ سياسات ومخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى إدامة هذه الحرب وتفجير الأوضاع على مستوى المنطقة وخاصة وأن حكومة الاحتلال حظيت بدعم غير مسبوك وغير مشروط من كبل الإدارة الأمريكية إدارة بايدن التي قدمت لها كل أشكال الدعم والغطاء والتسليح خلال كل هذه الحرب العدوانية الشاملة وحرب الإبادة الجماعية المفروضة على أبناء الشعب الفلسطيني لذلك بكل تأكيد هذه التداعيات التي أحدثتها قالت غالانت من قبل نتانياهو في حكومة الاحتلال بكل تأكيد لها تداعيات على مستوى الداخل الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي وعلى مستوى مريدي هذا الوزير والطيار الذي يمثله في أوساط اليمين المضطرف في إسرائيل ولكن بكل تأكيد لا تنعكس بأي شكل من الأشكال سوى المزيد من العدوانية التي يريد نتانياهو أن يتفرد بها في إطار قيادته المطلقة لهذه الحرب الإرهابية سياسيا وأمنيا وعسكريا في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار هذه الحرب خاصة وأن نتانياهو كان قد أشير إليه بتحمل المسؤولية نتيجة الفشل الذريع الذي مني به هو حكومته كيف هو القتال الآن سيدة كيف هو القتال ما قرأنا أن هناك تصعيد كذلك في الضفة الغربية وهناك تواصل العمليات في غزة بكل تأكيد ما هو قائم على الميدان بكل تأكيد يؤكد أن حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال ماضيان في مسلسل الإرهاب إرهاب الدولة المنظمة والإبادة الجماعية وأعمال التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام في الكدس في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وإن كانت الهجمة العسكرية الاحتلالية قد اشتدت خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية حيث يمعن الاحتلال في محاولة واضحة لألبس بالمخيمات الفلسطينية ومحاولة فرض الإجراءات الاحتلالية وتقطيع أوصال المدن والمحافظات الفلسطينية وتكريس الطابع الاحتلالي في إطار مخطط ضم الضفة الغربية والفصل المطلق بين قطاع غزة والضفة الغربية وتكريس الواقع الاحتلالي خاصة وأن حكومة تيتنياهو كانت تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية والوعود التي أطلقها ترامب فيما يتعلق بسياسة ضم الضفة الغربية والتي تطعى هذه الحكومة الإسرائيلية الإرهابية لتطبيقها على الأرض في إطار ما يسمى حصم الزراع سأعود إليك إذا تفضلت لتشرح لنا كيف تغير التوزيع الديمغرافي في الأيام الأخيرة وهذه العملية العسكرية المتوصلة سيادة اليواء أهلا وسلم بك معنا كيف يبدو لك أداء المقاومة سواء في غزة أو في لبنان وإلى أي مدى هناك تكبيت خسائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي والحقيقة مقارنة بالإمكانيات التي يمتلكها الفلسطينيين في غزة أو اللبنانيين الحقيقة الإمكانيات أقل بكثير من إسرائيل لكن مع ذلك صمودهم هذه الفترة الطويلة خاصة أشق أنا في غزة هذا الصمود الحقيقة صمود أنا شاف أنه هو يسير علامات الإعجاب والإحترام لأنه هو بيدفع عن أرضهم إضافة للحصار الموجود عليه وحصار خلاف أنه هو حصار بري وبحري وجوي أيضا لمدة أكثر من عام لأن ما زال المقاومة بتستنزف العدو نسمع يومين عن عمليات فيها خسائر لإسرائيل رشقات صاروخية فأنا شاف أنه هو دينة قوة كبيرة جدا إضافة أيضا إلى ما تقوم به لبنان لكن في المقابل العدو الإسرائيلي إمكاناته كبيرة جدا السيادة اللواء ما هو الفرق؟ أي فرق بين العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والعملية العسكرية التي تقوم بها في لبنان هل تختلف الأسلحة نوع العمليات مثلا؟ لتك تشرح لنا من ناحية العسكرية ما الاختلاف بينهما؟ أنا شاف أن الاختلاف أولا الحصار لمدة أكثر من عام على غزة ده فرق كبير جدا يحسب لصالح غزة لكن هذا الحصار غير موجود على حزب الله في لبنان نقطة تانية عدد الصواريخ وانتشار حزب الله في لبنان أكبر منه في غزة إضافة إلى وجوده فوق الأرض وتحركه بحرية طبعا هذا الموقف ليس موجودا في غزة وانتقال المقاومة له قيود كثيرة جدا عشان كده يمكن أن فقه كلمة السر نقطة المهمة قيادات حزب الله أين كان تم اغتيال الكثير منها لكن يوجد صف تاني يتحرك بسرعة إلى أعلى ويدير العمليات في غزة الموضوع أصعب بكثير جدا في مجمل الأمر غزة أصعب بكثير من لبنان طيب أعود إليك الدكتور محمد علوش نريد أن نتحدث عن توزيع الديمغرافي كيف تغير ما هي المعطيات على الأرض التي تغيرت ما هي الأهداف التي حققتها إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي التي استولت عليها وبهذا التنويع الديمغرافي وتوزيعي كيف تغير الأمر الآن يعني واضح تماما أن إسرائيل تنطلق من مستوى أن هناك خطرا ديمغرافيا يشكله الشعب الفلسطيني خاصة وأن هناك ارتفاع في أعداد أبناء الشعب الفلسطيني هناك الآن أربعة عشر مليون فلسطيني عمليا منتشرين بالعالم منهم قرابة يعني أربعة مليون فلسطيني في الضفة الغربية وثلاثة ملايين في قطاع غزة إلى جانب وجود مليوني فلسطيني من أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل أراضي الثماني وأربعين أي إسرائيل نفسها وبكل تأقيد إسرائيل تنظر إلى هذه الأعداد من أبناء الشعب الفلسطيني بأنهم كنبلة موقوتة في إطار التهديد الديمغرافي على مستقبل إسرائيل وعلى مستقبل المشروع الصهيوني نحو فرض إسرائيل كدولة يهودية والواقع حقيقة أن إسرائيل تسعى في إطار هذه الحرب وهذه الجريمة إلى محاولة خلق وقائع جديدة سياسية وجغرافية وديمغرافية على الأرض الفلسطينية ما هي الوقائع الموجودة اليوم أستاذ علي وشو التي لم تكن قبل سنة من الآن يعني الاحتلال يسابق الوقت عمليا باتجاه فرض الأجندات والوقائع على الأرض من خلال كل المخططات الرامية إلى تهجير وإطلاق أبناء الشعب الفلسطيني من أرضنا من هذه الأرض التي لا أرض لنا سواها وهذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه والذي بكل تأكيد الشعب الفلسطيني يدفع بكل إمكانياته في نضال عنيد في نضال تاريخي في مواجهة الاحتلال ومواجهة الاستيطان الاستعمار الجاثم على الأرض الفلسطينية ومخططات سلب الأرض الفلسطينية وتقويض منجزات الشعب الفلسطيني والنيل من المشروع الوطن الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ما يناضل من أجله الشعب الفلسطيني اليوم هو نضال عادل من أجل استرداد الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وهذا حق طبيعي أكدت عليه كافة قرارات الشرعية الدولية ويؤكد عليه المجتمع الدولي اليوم وتؤكد عليه كل ملدان العالم التي اعترفت بدولة فلسطين وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وأن يحكم الشعب الفلسطيني نفسه بنفسه سيدة اللواء كان الأمر واضحا تماما في غزة في لبنان يبدو لك أن الهدف الأسمى هو هذه المنطقة العازلة أم أن الأطماع أكبر بكثير من ذلك وهل لإسرائيل القدرة على البقاء مطولا في لبنان طبعا إسرائيل هي هدف لبنان قد تختلف عن الهدف في غزة بالنسبة للهدف العسكرية وهو تقليص إمكانات حزب الله بشكل كبير جدا بحيث أن حزب الله لا يستطيع تهديد خاصة الشمال إسرائيل لعودة المواطن الإسرائيليين النقطة المهمة أيضا احتلال جزء من جنوب لبنان لضمان عدم توجيه حزب الله لأي ضربات وأيضا قد يصل الطموح بعد ذلك إلى الوصول إلى نهر الليطاني نشاف أن هذه الطموحات في بعض منها يمكن تحقيقها وتقليص معد إمكانات حزب الله لكن التحرك على الأرض في لبنان غير غزة طبيعة الأرض أكثر وعورة تجهيز الأرض بالنسبة للحزب الله فيه تجهيز عالي جدا الإمدادات موجودة وبالتالي العبرة ليس بدخول جنوب لبنان لكن العبرة بمدى الاستمرارية دون خسائر في هذه المنطقة وده نقطة اللي أنا شاف إسرائيل ما حسبتهاش بشكل واضح وتكبد وخسائر وابتدى التقدم بطيء جدا يصل إلى بعض المئات من الأمطار يوميا والتوقف فأنا شاف أن صعوبات كبيرة في التواغل البري قد يؤدي الأمر إلى التوقف والانسحاب نقطة القوة أن القوات اليونيفيل رفضت هنا تنسحب ورفضت هنا تترك أماكنها رغم التهديدات اللي بتواجهها وأنا شافت نقطة قوة على مسرح الأمليات اللبناني مش موجودة على مسرح أمليات غزة طيب توحيد الصف لأستاذ محمد دعلوش هو ضرورة اليوم وحتمية تقتضيها هذه الأخبار المتداولة بشأن هذا التقسيم وهذا التوزيع الديمغرافي وهذا التفريغ الديمغرافي لأهلنا في غزة هل من إجراءات حقيقية لتوحيد الصفوف اليوم بين الفلسطينيين لأنهم يحتواجون إلى ممثل يمثلهم جميعا فهل من إجراءات حقيقية يعني بكل تأكيد أولا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية وهذا إنجاز فلسطيني يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نعززه بوحدة وطنية فلسطينية شاملة بوحدة فلسطينية برنامجية تضم كافة القوى والفصائد الفلسطينية لذلك بذلنا جهودا في هذا الإطار باتجاه توحيد الساحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية ومؤخرا كان هناك لقاء ثنائي بين حركة حماس وحركة فتح عقدة في القاهرة في إطار محاولة جسر الهو القائمة بين الفريقين وأيضا في إطار البحث عن سبل تحقيق وتطبيق إعلان بكين الذي كان قد اتفقت عليه أربعة عشر فصيلا فلسطينيا في الحوار الذي رعته جمهورية الصين الشعبية لذلك بكل تأكيد نحن نؤكد أن هذه اللحظة الحاسمة من عمر شعبنا وقضيتنا الوطنية تتطلب أعلى جهوزية واستعداد من أجل استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها شرطا أساسيا حتى نواجه هذا الاحتلال لوحدة وطنية برنامجية لأننا في معركة مصيرية نخوضها في مواجهة احتلال جاثم على الأرض الفلسطينية ويسعى إلى تقويد كل المنجزات الوطنية الفلسطينية ومواجهة كل أبناء الشعب الفلسطيني دون أي تفريق بين أي فصيل وآخر لذلك هذه اللحظة التي نعيشها اليوم هي لحظة مصيرية وتاريخية تستدعي أعلى مستوى لاستعادة الوحدة الوطنية والحوار الوطن الفلسطيني الشامل ونحن نعتبر أن المناقل الذي عبر عنه إعلان بكين هو إعلان مناسب لذلك نحن نؤكد على ضرورة الذهاب نحو تطبيق هذا الاتفاق والمضي نحو توفير كل الأجواء الإيجابية لتحقيق الوحدة الوطنية خصوصا وأن هناك وحدة ميتانية بين كافة القوى التي تقاتل هذا الاحتلال لذلك نحن بحاجة إلى حراق سياسي وبحاجة إلى حوار يبضي إلى وحدة وطنية فلسطينية وإلى شراكة سياسية كاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تتسل الجميع سيدة اليواء بالنسبة إليك هل ستطول الحرب كثيرا إلى أي مدى الجيش الإسرائيلي قادر على تكبد هذه الخسائر البشرية خاصة؟ أنا شاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حطت أهداف واضحة جدا لهذه الحرب وهذه الأهداف أنا شاف أنها ستحتاج وقت طويل لتنفيذ خاصة في مصر حمالات غزة هو تحرير رهان بالعمل العسكري تقليص إمكانات حماس البشرية وأيضا إمكانات التسليح وهذه الإمكانات لم تتحقق بعض فبالتالي الحرب ستطول نقطة مهمة في تحمل إسرائيل لمدى إطالة الحرب أحد المسؤولين الإسرائيليين أدل بتصريح خطير قال إنه ستدوم لسنوات صحيح هذا التصريح للأسف أنه أقرب للصحة خاصة أن في نقطتين مهمين جدا هو الدعم العسكري الكبير جدا جدا من أمريكا إلى إسرائيل ومتوقع في فترة ترامب أنه بقى موجود أيضا الدعم السياسي وإفشال كل قرارات مجلس الأمن وأي محاولات لإقاف الحرب في غزة عن طريق السبل السياسية ما ننساش أبدا أن أفشلوا المفاوضات أكثر من مرة الحكومة الإسرائيلية خاصة التي حدثت في القاهرة برعاية أمريكية ورعاية أيضا قطرية هذه الأمور الحقيقة أنا شاف أنها مؤشرات إلى إطالة زمن الحرب بشكل كبير جدا في غزة لأسف سديد جالانت قال اليوم أنه علينا كما قال أن نتعايش مع أجواء الحرب لسنوات طويلة مخيف جدا هذا صحيح للأسف الشديد هذا الموضوع مهم جدا النقطة المهمة أن هذه الحرب إن لم تنجح المفاوضات ستطول لذلك القاهرة وبعض العاصم دخل معنا أمريكا وبعض الدول أن المفاوضات هي الحل ولو أنها صعبة مصرح العمليات اللبنانية يمكن أفضل قليلا لأن أنا شاف أنه مع وجود اتفاق واضح يضمن عدم استهداف المستوطنات في شمال إسرائيل وعودة الإسرائيليين وأيضا ضمان عدم وجود حزب الله في جنوب لبنان وجود قوات اليونيفيلي ده بيخلي الموضوع يعني فيه ضمان موجود لقوات حفظ السلام شاف مصرح العمليات اللبنانية أفضل قليلا في التوصل إلى اتفاق وإيقاف الحرب لكن أنا شاف لأسف أن غزة تطول سيدة اللواء هشام الحلبي شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به شكرا موصول كذلك لضيفنا الدكتور محمد علوش على كل ما تفضل به كنت سعيدة جدا بسيضافتكم شكرا جزيلا لكم بعد قليل نلقاكم في الجزء الثالثي نرشو أن تبقوا بحث اشتركوا في القناة